ولدت موؤودة هكذا بدت الهدنة التي أعلنت عنها روسيا من جانب واحد منذ ساعاتها الأولى التي لم تمر دون أن يتبادل الجانبان القصف في حين كشفت الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة ثلاثة مليارات دولار فبحسب البيانات الرسمية من موسكو وكياب قالت وزارة دفاع روسيا إن قواتها اضطرت لتدمير مواقع تابعة لجيش الأوكراني بعد قصفها مواقع روسية عقب دخول الهدنة حيز التنفيذ فيما كشف رئيس إدارة الوغانسك الأوكرانية أن مناطقهم تعرضت للقصف الروسي أربع عشرة مرة كما جرت محاولات اقتحام ثلاث بلدات خلال ثلاث ساعات من الهدنة الروسية المفترضة وبينما تتبادل روسيا وأوكرانيا القصفة والاتهامات أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا اعتزامهما تزويد أوكرانيا بمركبات قتالية مصفحة بعد يومين من كشف باريس عن خطتها لإرسال دبابات قتالية خفيفة لكياب لتكون أول مرة يتم فيها إرسال دبابات غربية التصميم إلى القوات الأوكرانية محاولات غربية وإن اعتبرها مراقبون للضغط على موسكو لتسريع الاتجاه للحل الدبلوماسي فإنها تأتي عكس رهانات موسكو التي اعتبرت أن الغربة بعد مرور عشرة أشهر على الحرب وتدعياتها الاقتصادية والسياسية خاصة على أوروبا بات غير قادر على تمويل كييف بالأسلحة الدعم الغربي وتحديدا الأمريكي منه قوبلا بعصفة من الرفض الروسي إذ حضرت موسكو من أن قرار واشنطن تزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية للمشاه يعد تأكيدا على أنها لن تستمع إلى الدعوات المتكررة من الجانب الروسي لأخذي التدعيات المحتملة لمثل هذا المسار الخطير لواشنطن في الاعتبار تحركات تشير إذن إلى طول أمد الحرب على الأغلب وغياب أي أفق للحل القريب مع استمرار تضفق الأسلحة إلى أوكرانيا وتمسك روسيا بمفاوضات مشروطة يرفضها الغرب وكييف